أبدع طلاب مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية خلال العرض المسرحي الخروج من الدائرة والذي قدموه صباح أمس الخميس على مسرح قصر ثقافة في الشارقة ضمن فعاليات الحفل الختامي لأنشطة العام الدراسي 2016-2017 برعاية الشيخة عيشة بنت محمد القاسمي وحضور مدير عام المدينة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي وسعادت خول عبد الرحمن الملة رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وعدد كبير من أولياء الأمور والطلبة والإعلامين والمهتمين وأشهدت الشيخة عيشة بنت محمد القاسمي بالأداء الممتاز الذي قدمه طلاب مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية فيما أكدت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي أن الأداء الذي قدمه طلاب المدينة أكبر دليل على طاقتهم ومواهبهم